الهدنة زي ما أشرنا قبل كده فندم بدأت حاجة تنفيذ خلاص بقى فيه دلوقتي هدوء نوعا ما شايف الهدنة زي الأولى دكتور نوح طيب الهدنة بدأت النهاردة سبعة الصبح فيه فلسطينيين بيحاولوا يقنوا بيعودوا للشمال أنا قريت لكن ما عنديش حاجة مؤكدة إنه بيتم قصفهم وإنه حصل قصف اللي حين حاولوا يعودوا لكن ما نحناش متأكدين أتمنى أن لا يكون ذلك يحدث الهدنة تنفيذها على عدد من الأيام في إطار الخمسين يعني محتجز الإسرائيلي مقابل 150 من المحتجزين أو الأسرة الفلسطينيين طبعا بنشوف أنه في الأسرة يعني في أطفال وفي نساء وطبعا في المحتجزين في أطفال وفي نساء المقابل في فترة الهدنة المفروض أنه اللي هتحصل على عدد من الأيام يعني الإطلاق الصراح مش هيتم كل مرة واحدة هيتم بالتدريج في مقابل ذلك أيضا هيدخل وقود عدد من عربات الوقود لأنه المشكلة لما بتوصل المعونات اللي احنا بدي بعتها في رفح عشان الأنروة تاخدها وتوزعها محتاج عربيات وقود فبالتالي منع الوقود عنهم كان كارثة يعني أنا الحقيقة قعدت مع شباب مصري زي الفل في رفح بيساعد مجتمع المدني ودوره وبيحكوا لي قد إيه الإسرائيليين بيتعنتوا في التفتيش بيتش بياخد وقت قد إيه علشان يقبلوا الشاحنة توصل صحيح والشاحنة عشان توصل محتاجة أن يبقى هتتسلم عشان تسلم وبتدي الأنروة وتوزع وتقش على غزة كلها محتاجين وقود طبعا عدد وجود الوقود كان كارثة وعدد من الشاحنات التي تشمل الغذاء لأنه الناس دي ما عندهاش أكل خالص وتشمل المياه وتشمل المواد الطبية صحيح فيعني نتمنى أنه دي بس احنا مش هنقول نهت سهل على الناس حياتها لأنه يعني دي مش حياتة جحيم لا وهبنا أربعة وخمسين بعد اللي حصل دا ولا حاجة طبعا لكن الحقيقة مصر بتقوم بدورها ومجتمع مدني دولة بتقوم بدورها في ظل ظروف اقتصادية صعبة الحقيقة برضو يعني احنا ظروفنا الاقتصادية خلينا نقول أنه دا يعني احنا مش في أحسن الظروف الاقتصادية ومع ذلك بنقوم بدورنا كمان مصر قبل طب اسم حي لا أعطيك بحاجة زيارة لا احنا بنقوم بأكتر من دورنا 80% خلي بالك وحفظوا الرقم دا 80% من المساعدات أو بلاش أقوله مساعدات الواجب الواجب الوطني اللي علينا أو الواجب كما أبدأ علينا اللي وصل لأهالينا في غزة من مصر آه للأسف لما تشوف عليك بقية الأرقام الحقيقة حتى محزنة جدا وحتى مصر كان بتسعى للهدن يا فن هي مصر مش هدفها الهدن كلنا فاهمين تبني علي تبني عليها وبرضو الهدف الإنساني مهم أنها تدي نفس للناس دي لأنه الناس موضاحة صعبة جدا طبعا نأمل أن نبني على ذلك لأنه احنا قلنا هدفنا من الأول في القمة اللي حصلت في مصر وهو وقف إطلاق للنار الكلي وأننا نقعد نحاول نلاقي حل مع المجتمع الدولي طبعا وضع إنساني مأسوي كل أعراف القانون الدولي وكل ما تعلمناه في القانون الدولي وقانون الدولي الإنساني ينتحك يعني ربنا يلطف بالناس طيب الهدنة دلوقتي خلاص موجود ما بعد الهدنة طريقيا ما في جدرهم إما العودة إلى الصراع مرة ثانية بالبنادق وأصوات البنادق ترتفع مرة ثانية زي ما كنا شايفين أو أسير في الطريق الدبلوماسي وإكمال المصار للنهاية ووصوله إلى حلول أقربهم إيه اللي هيحصل في تأديرك لا أنا الحقيقة يعني متمنية إن أنا أكون متفألة وأقول إنه بعد الهدنة دي مباشرة هيحصل وقف إطلاق النار لكن في أصحاب مصالح ليهم رغبة في عدم حصول أول ما قلت متمنية دي حاسيت إنه فيه ما بين السطور كتير لأنه حالينا نفتكر إنه يوم ما هيحصل وقف إطلاق النار هو يوم ما هيسور المجتمع الإسرائيلي على نتانيها لأنه من وجهة نظر المجتمع الإسرائيلي هناك فشل مخابراتي شديد طبعا وهناك فشل أمني شديد أو خيانة من الدخ أو أين يعني فبالتالي هناك من يريد أن يظل الوضع على ما هو عليه كمان أعتقد إنه إسرائيل هتبقى عايزة إنها تعمل جولة تانية عشان مزيد من فرد العضلات وحتى لا يتكرر ذلك هم طبعا بيقولوا يعني حوار إعلامي مضحك إنه هم موجودين إلى أن يقضوا على حماس وده شيء مضحك لأنك لن تقضي على حماس أنت بتخلق النهاردة بيبي حماس أكتر من حماس يعني ما تخلقهم وهذا فشل إعلامي وفشل دبلوماسي آخر ينضم إلى باقي أنواع الفشل اللي عندهم والله أنا بخاف أنه أحيانا الناس بتتبنى بعض المقولات وترددها يعني تلاقي حراك أمريكا بتردد هذه المقولات أوروبا بتردد هذه المقولات ولا يوجد من يفكر هي خلاص بتبقى مقولة ومشت فإحنا عايزين نمسح حماس من على الأرض لأنه حماس أخذت رهائن والرهائن ودول مدنيين ويبتدي العالم يردد هذه المقولة وينسى أن من المستحيل أن يعني تمحو يعني مقاومة سواء اتفقنا مع ما حدث أو اختلفنا 7 أكتوبر لكن ستظل هناك مقاومة أي أن يكون مسماها طالما أنه ما فيش ونرجع تاني لكلمة الرئيس السيسي حل عادل نظبوك فبالتالي هنا يعني هتستمر هذه المهاطرات الإعلامية من قبل الجانب الإسرائيلي وهو عنده الحقيقة مكينة خلينا نفتكر أنه عنده دولة ومؤسسات الفلسطينيين مش بنفس القوة طبعا يعني إحنا بنحاول أننا نساعد وبنحاول أننا نوقف لكن في الآخر والبيت الفلسطيني مش متحد للأسف ما هي دي كراسة يا دكتور نوحة لو كان الفلسطيني المتحد من البدايات ما كانت مداشة وصلنا للإحنا فيه دولوقت خلينا برضو نفتكر أنه حتى لما هم بيقولوا حماس حماس دول ما هم مش منتخبين من الشعب الفلسطيني وما كانوا انتخبوا ومنتخلصت مدتهم وفلسطين حاولوا أنه يوم ما يعملوا انتخابات وإسرائيل وقفتها بس هم انتخبوا يعني بعد وجودهم مش قبل وجودهم في الزمان في الألفنات كان حصل انتخابات وفاز حماس وانتهت المدة وانتهت المدة بتاعتهم ولم تحدث انتخابات بعد ذلك ومؤخرا كان المفتح تحصل انتخابات وإسرائيل وقفت فحتى أنت لما بتعاقب المدنيين حتى لو قلنا أنت بتعاقبهم عشان انتخبوا حماس هم حتى لم ينتخبوا حماس في حين أنت في فلسطين في بعض المقولات في إسرائيل لنا أسفى فبعض المقولات بتقول أنه كل الإسرائيليين ليسوا المدنيين لأن كلهم يتم تجندهم ففيما عدا الأطفال لكلهم جزء من الجيش الإسرائيلي هنستمر في هذه المهاطرات إلى متى لكن أنا كنت تتمنى أن يقول لحضرتك رد يعني يريح قلبك لكن أنا مش الوطع والأمور في السياسة دايما كل يوم بتتغير أنا مطنع بدأ النهاردة شيء ممكن نبقى ومسلا عندنا يأسف قضية معاينة لا ممكن بكرة صفحة ضيارة بشكل مهم يعني طيب سؤال برضو بيطرح نفسها دكتور من المستفيد أكثر من تواجد الهدن الجانب الإسرائيلي ولا الجانب الفلسطيني؟ لا طبعا هو يعني أنا أسفا يقول أنه كان دايما كل إطلاق كل إسرائيلي يعني رهينة أو سجين أو واتفر بيقبله 14 فلسطيني النهاردة إحنا عندنا كل إسرائيلي بيقبله 3 فلسطيني صحيح 50 لـ 150 فبالتالي إحنا هنا بنتراجع فيه ما نحصل عليه لا هو هي في صالح بس الإنسان الفلسطيني إنه بس يلاقي حاجة يكلها وما يشربها لكن 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 إسرائيل طيب خالديني أسألك سؤال بشكل آخر ليه تغير الموقف الأمريكي حتى في مستوى التصريحات لما قالوا لن نقبل بالتهجير القصري مثلا دا ما كانش موجود قبل كده موقف الدول مصر والأردن وقفين موقف قوي الحقيقة الأمم المتحدة بنشوف برضو منها رغم إنها غير فاعلة لكن موقفها واضح استقالات بنشوف بنشوف الأمين العام بيطلع يقول تصريحات بعض الدول الغربية الحقيقة فيها ضغوط من الشعوب وخصوصا من الشباب الشباب بينزل في مظاهرات يعني كسيفة جدا جدا وكمان تأثيرهم اقتصاديا فهناك ضغوط عليهم من أجل أن يتحسن الوضع شوية وما يراه المواطن على السوشيال ميديا يبقى أقل عنفا يعني أتمنى أن المشاهد اللي بتعرض على حضراتكم دي هتكشفها معنا دكتور نوه هتختفي لأن الوضع بقى سيء والله يشوف أنا أعتقد أنه في جيل كامل هيطلع زي ما بيقولوا الإنجليز يعني عنده ترومة من ما يشاهد وما يشاهد لأنه إحنا دي ما حصلتش أبدا يعني إنا نشوف المناظر دي كنا زي ما نشوف منظر اتنين لكن السيل دوت من الوحشنة البشرية يعني إحنا بنشوف ده توحش مش بشر دول أولا بس أنا اللي كان بيستوقفني أحيانا أرفع طبا ما حدكنا بنيجي فيه سكريبتات وفيه شغل للحال أول عشان نطلع للناس موضوع ما بقاش كده يعني لما بنجيب التصريحات اللي كانت موجودة أيام من الحربة في أوكرانيا ونجيب التصريحات الموجودة في الإبادة زي ما حدك قلت ضد الشعب الفلسطيني ومن نفس الشخص ونحطها جمي بعض ونشوف حاجة تحزن ما هي دي إزدواجية المعايير في المجتمع الدولي للأسف والحقيقة عشان كده أنا مبسوطة من المقالة بتاعة الواشنطن بوست لأنه منزلوا الشارع وكلموا عربنا فمن ضمن الشباب حد قال لهم الكلام ده بالزبط قال لهم أنت كنت بتقولوا كلام أيام أوكرانيا ودولة تي بتقولوا كلام تاني تم دول مدنين ودول مدنين هم العشر تلاف اللي ماتوا دول ستة منهم أطفال عملوا إيه وأربع منهم نساء عملوا إيه يعني إذا قلنا أن كل رجال مقاومة هنفطارد ماذا عن العشر تلاف الخمسة والتلافة حريك الأطفال اللي راحوا أنا شفت صور في معهد ناصر أطفال فلسطينيين بتاعة عملوا إيه يعني حاجة لما يتحول الإنسان إلى وحش يفقد آدميته إحنا مش بنتكلم على القانون بقى دولي ولا بنتكلم على مواصيق دولية ولا مواهدات أنا بتكلم على الآدمية إحنا هنا الإنسان بيفقد آدميته صحيح دكتورة نوحة بكر نورتيني وشرفتيني وإن شاء الله دايما لنا حوارات كتيرة في وضع يكون أفضل من كتب كتير أتمنى أني أجي لحضرتك ونكون وصلنا الحل ونرمم يعني لأنه الجيل الجاي هيحتاج ترميم كتير بعد ما شافوا الفلسطينيين هيحتاجوا مساعدات كتير ويا رب ينصر يعني ينصرهم ويساعدهم في أزمته